الحوار الاجتماعي لا بد من إطار قانون ينظم الحوار الاجتماعي وهذا ما طلبنا به في عدة مرات ثانيا لا بد من واحد المؤسسة تسمى المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي والتي تضم كافة المكونات ديال الحوار الاجتماعي لا يمكن أن تقتصر فقط على أرباب العمال والنقابات بل هناك فئة مجتمعية أخرى مقصية كالمتقاعدين كالعاطلين عن العمل كدوي الاحتياجات الخاصة أو دوي الإعاقة بمعنى أن هناك فئات مجتمعية في حاجة كذلك للمشاركة في الحوار الاجتماعي من أجل معالجات الملفات الشائكة ونعتقد هذا هو اللي غادي يمكن يغير المجرأ ديال طريقة تقليد ديال الحوار الاجتماعي وغسيكون قانون إيطار ومجلس على الحوار الاجتماعي ثانيا لا بد من تنزيل الفصل الثامن من الدستور لا نعرف لماذا تم تعطله وهو قانون للنقابات قبل الحديث عن ممارسات ديالحق الإضراب قانون النقابات اللي غني ينضم المشهد النقابي الوطني واللي يحدد صلاحية ديال النقابات لمجال الاشتغال ديالها وكذلك الموضوع ديال التمثيلية الذي لا زال بالطبع حوله شبهات كثيرة لذا نعتقد أن هناك إرادة سياسية لدى الحكومة من أجل تغيير المنهجية السابقة نتمنى فعلا أن تسير في هذا الطريق لتحديث آليات وتنظيم الحوار الاجتماعي يكون فعلا مؤسساتي مبني على قانون ومبني على إطار اللي غير ممكن يدفع عنها لكن أساسا ترجمت كل اتفاقيات التي تصدر عن الحوار الاجتماعي أو اللقاءات التفاوضية إلى إجراءة عملية لأنه تاريخ يشهد على أن لدينا خمس اتفاقيات التي وقعناها مع الحكومة السابقة لكن معك من الأسف أغلبها لازلت حبرا على وراء المرحلة فعلا تقتضي أن الحكومة تلتفت إلى أوضاع الشغيلة المغربية وهذا الالتفاة لا يمكن إلا أن يكون إلا عبر الحوار الاجتماعي والتعبير رئيس الحكومة على أنه سيشرع في الحوار الاجتماعي وفق مواصفات حددها في المأسسة والضوابيط والموضوعية إلى آخره هذا كله كلام جيد لكن المطلوب اليوم هو إجراءات استعجالية إجراءات استعجالية لمعالجة القضايا والأعطاب التي تشكو منها أوضاع الطبقة العاملة اليوم في هذا السياق تداعيات جائحة كوفيد والسياق الجفاف والسياق الزيادات الملتهبة للأسعار اليوم دعم القدرة الشرائية للمأجورين أولوية أساسية لذلك فما هو مستعجل هو أولا دعم القدرة الشرائية للمأجورين والحفاظ على مناصب الشغل وأيضا تفعيل اتفاقات سابقة بما فيها الدرجة الجديدة بما فيها 5% زيادة بالحد الأدنى للأجر وإخراج قانون النقابات وكذلك الشق الثاني هو المأساسة بطبيعة الحالة ذا يتطلب وقت نحن مع المأساسة مع خلق ميثاق اجتماعي يحديد المواصفات والشروط الحوار اجتماعي ناجح حوار اجتماعي منتج لكن الأولوية اليوم هي لمعالجة هذا الوضع الاجتماعي المقلق مقلق حقيقة وقد رأينا رأينا كيف خرج المواطنات والمواطنون في يوم الأحد 20 فبراير للتعبير على سخطهم على الأوضاع الاجتماعية اليوم بلدنا تحتاج الى الاستقرار تحتاج الى السلم تحتاج الى ان تكون متماسكة والحكومة مسؤوليتها قائمة في ان تجيب على الاعطاب التي تشكو منها الوضعية الاجتماعية وفي مقدمة طبيعة الحال الفئات الشعبية ذات الدخل المحدود والطبقة العاملة لمن المفروض ان الحكومة تستاجب المطالب ديالها المستعجلة والحفاظ على قدرتها الشرائية ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس